اشتركوا في القناة وفي مايو قال العلماء ان البركين الطينية على المريخ قد تتدفق مثل الحمام البركانية هنا على الارض هذا اكتشاف كبير اذ ان وجود شيء مثل الحمام البركانية يعني انه لا يمكن التأكد من ان هذه ليست تدفقات طينية كما التقطت مركبة فضائية اوروبية ووكالة ناسا اقرب الصور التي التقطت للشمس على الاطلاق وللمرة الاولى انطلقت مركبة فضائية اماراتية في الاجواء الزرقاء من مركز اطلاق ياباني في بداية رحلة تستغرق سبعة اشهر الى المريخ انها تبعث برسالات قوية للغاية الى الشباب العربي مفادها انه اذا تمكنت الامارات من الوصول الى المريخ في اقل من خمسين عاما فبامكانك فعل اي شيء في اغسطس قالت ناسا انها اكتشفت مياها مالحة تحت سطح كوكب قزم كما وجد علماء الفلك علامة محتملة على وجود حياة عالية في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة في سبتمبر وفي اكتوبر فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الفيزياء لتأسيسهم حقيقة غريبة للغاية مفادها ان الثقوب السوداء هي اجبه بوحوش كونية تمتص الضوء والوقت وستبتلعنا في النهاية وافاد العلماء في اكتوبر ايضا انه لاول مرة تم تأكد وجود الماء على سطح القمر المضاء بنور الشمس واطلقت الصين في نوفمبر مهمة لاعادة السخور والحطام من سطح القمر لاول مرة منذ اكثر من 40 عام كما كشف علماء الفلك عما يعتقد انه الخريطة الاكثر تفصيلا على الاطلاق للنجوم في مجرتنا في ديسمبر